مرحبا بنات كيف ديرين لبس عليكم تمنى تكونوا بخير وعلا خير في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوف معكم واحد الوصفة يعني واحد من نوع ديال الشربة اللي تيجي البنات غزال بزاف صراحة كيجي هائل وكيجي خطير مختلف بالنسبة لهاد الشربة هادي او هاد لاسوب كنتو اشتوها معي في الحصة ديال شاف حسنة وبزاف بزاف منكم كانوا طلبوا لي الطريقة وفيتلي نزلتها لكم البنات في حضر روتين ولكن باقي البنات كيطلبوني عليها وبزاف اللي بنات بغوا يعني تكون فلا فيديو بحالك ومدام البنات احنا قفت حضيرات الشهر الكريم فغادي تنفعكم هاد لاسوب بزاف يعني سواء هكا باش تنوعوا يعني في الطبيلة ديال رمضان كنعرفوا ان في يعني في الايام الاولى بزاف الناس كنديروها كالحريرة يعني التقيلة الحريرة الحمضة المغربية ولكن مع الوقت ما كنقدرش اننا ننديروها بشكل يومي وكينعود الناس اللي عندهم مشكل ديال القولون يعني ما سيقدروش انهم اصلا يشربوا هاد الحريرة فمن بالوصفات البنات اللي غديمتها معكم في تحضيرات ديال رمضان هي الانواع ديال الشوربات خصوصا لك تكون هكا بالخضرة اليوم البنات عدنا كما قلت لكم شوربة ديال الكورجيت او القرع الاخضر فبالنسبة المقادر والطريقة عدنا كيلو ديال الكورجيت اللي تتكون مغصولة مزيان عدنا مليحة ابزار القوزة وعدنا اربعات ديال هاد الفروماج كيري عدنا لاك خين فخاش بالنسبة لاك خين فخاش البنات اللي لقيتو هاد النوع فهو زوين البنات بزاف صراحة بالنسبة لناس ديال اقادير انا كن ناخدو من سوق الحد وبالضبط بالضبط البنات الجولة اللي ادرت معكم مع الشاف حسنا اللي وردت لكم فيها يعني قاعدكش اللي تتقدى ديال الخاص بالحلويات القزة اللي تتاخد عندو يعني المول عطرية يعني وردتكم كل شي وردتكم حتى هاد مول اه لاك خين فخاش اللي تيبيع لاك خين فخاش كيبيع بزاف ديال المواد الغذائية وكتلقوا عندو بزاف ديال الحويج اللي ما قد تسيبوهمش يعني في السوق فبالنسبة لطريقة سهلة البنات كناخدو الكورجيت كناخدوها مزيان البنات لانو غنستعملها كلها ما غادي نقشرها متى حاجة فقد كنقطعو يعني غاديوك الزوايا وسنقطعوها يعني يعني اهلعد شكل او بشكل عشوائي لانو غادي تسلق ومبعد غادي تطحن اه صافة البنات كنديروها وتنزيدو ل الماء تنزيدو لها مليحة تنزيدو لها ابزار وتنزيدو لها الزبدة كنديروها حتى كتسلق مليك التسلق اه كنطحنوها اه ما نكتروش للماء البنات بزاف لانا الكورجيت على طغير كالطيب وحنا ما بغيناش يعني لسوب ديالنا دي جارية خاصها تكون اه يعني كتجي تقيلة شوية اه فكنسلقو الكورجيت تيرنا من بعد كنطحنوها الوقت فش كنطحنوها كنعود نردوها فوق العافية وهنا فين كنزيدو لها اه لا كرين فخاش بالنسبة لهذا المرحل حالة يعني فاش كنزيدو لكينفخاش كما كفيت ليشتمعكم يعني حتى كنقطعونا ليسوب ديالنا يعني الوقت فاش كننبل و نسربيوا ليسوب تم فاش كنصخنوهم كنزيدو لكينفخاش انفوا كنتجيب لها سوب ديالنا واحد الغلوة هكتوا تغلوه واحد المرة اصفي كنت تفوقوها وكنقدموها فهنا البنات اه يعني لنكون بكوا ننحطونا للا سوب ديالنا كذنوى مثلي نجوا الفوق العافية كنزيدو لها الت complexes نضيف لها قوزة بجموعة وصلة اضيفها لنضيفها قمت بتحليل المعتنز وصفة 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 نضيفها أوضيف 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 وصفة وضيف فران ش لمصنوبة و ندخل الفران من الترفيه تأخذ زيت نزيلية و ندخل زيت لحويج الزيت البلدية كجيزية لا يفصل كجيزية لا يفصل و ندخل زيت البلدية لحسن و نحن سوف تجد زيت البلدية و نزيد الزيت باستغنية لا تحتاج لا دلاجة ولا تحاجة وقت ما نحتاجها ناخدها بالنسبة لهذا الزيت ندهن به الطوست عادي وتندخله الفران تنقدره نزيده الفروماج من الفوق تنقدره يعني نكسافي غير بهك وحتى بالنسبة للطوست البنات ماشي ضروري يعني تقدر تستعمل الخبز العادي كما شفت معكم في الروتين اللي في هاد لا سوب هادي الاسوب دي لنا واجدة نقدموها بصحة والعافية تمنى لا فيديو تعجبكم وكانتمنى أنكم تجربوها لها سوبة البنات كنوا اكيدين انها غادي تعجبكم وحتى بالنسبة للناس لما كي يجبهم ش يعني الكورجيت ولا كيستطعموش هادك الماضاق للكورجيت فكونوا اكيدين انها بعيدة الماضاق للكورجيت يعني واحد الماضاق لي هو كريمي غزال البنات ولي دات ديالكم إلا ما كانش كتعجبهم الكورجيت فغادي يعجقوها وحتى انتم ما غادت وليمون ادمنين عليها كنت من البنات اللي فيديو تكون خفيفة على قلوبكم نتلقوا في الفيديو الجاية إن شاء الله وسلام عليكم